السلام عليكم متتبقين قناتي كديري اللبس عليكم كديرا مع الصحة كنتم لنا تكونوا بأحسن الأحوالي إن شاء الله يا رب اليوم جيت نشارك معاكم محين شات صغار وصيغارة صغار أغانوريكم طريقة ديالهم بجوج كيفاش كي يجيوا وانتو ما جربوا اللي بغيتوا وخاو مارا في المنظر بجوجهم زوينين تابعوا معايا المقادير كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا الفور سلطب معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال سنيدة وبيضة كاملة كتجي هاد العجينة هادي زوينة بزاف بحل ورقة كتجي خاطيرة غادي تشوفوا في الأخر ديال الفيديو مين غادي طيبوا وغادي بللكم كيفاش كتجي زوينة بزاف تابعوا معايا طريقة تحضير إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 لدي زيتون كمية كبيرة و كل مره يمتلك من جبه نعم انتم اشربوا من فرح لكم اشربوا هنا ندير الكفتة الكفتة هذه طيبت منها البارح و طيبت كمية كبيرة و خليتها تشويه داخل شحرتها في المقلة هنا ستكون 125 جرام كيفما كنت تفور اني مكترة الخضرة من ايرش بالزاف ديال الكفتة حيش كتعجبني الخضرة كي يجي زوينة وصحية في نفس الوقت متو ما تقدرو تديرو اي حاجة اي مكون عندكم وكيف ما كتشوفو ما كان نشاوس الزيت كان ديرو الزيت مخلطة ما بين الرومية والبلدية حيث البلدية كتجي عنده واحد ضوق صراحة بوحد وزوين من بعد ما درت في مقلها درت فيها البصلة خليتها واحد خمسة دقايق وزت عليها الخضرة كيف ما كتشوفو هنا الخضرة راها طاحت صافي دخلها الطياب نيت طابت غادي نزيد لها الشعرية الصينية كيف ما كتشوفو غادي نوزعها بهتشكل هذا عاد غادي نزيد لها العطرية مهم غادي نوزعها بش يدخلو بش تنساجم مع الحضرة كيف ما كتشوفو غادي نزيد دابة العطرية وغادي نزيد احتر ربيع تهو وغادي نخلط مزيان دي كلها ناصر بش يدامجوا مع بعضياتهم وغادي نزيد الكفتة كيف ما قلت لكم انا الكفتة داجا عندي مشحرة ذاك شي علش زتها حتى قربت ما بقوال وغنطفى البوطة الناس اللي انتوما اللي ما كانت عندكم مشحرة وغادي ديروها مني تبدأ الطيبة الخضرة ديروها اصلا الكفتة ركت طيبة ضغية غادي نخلط عليها تشكل هذا حتى تنساجم تنساجم مع بعضياتها كيف ما كتشوفو انا راني ما كترتش الكفتة مكترة الخضرة الكفتة رغي شوية بحيط الخضرات كيجي عندها واحد لماذا قزوين اكترية لكن خيزو حلو كيجي بنين والفلفلة تهية الفلفلة كتجي حلو وكيجي عندها واحد ضغق فشكل انا وغادي زت هنا يا الزيتون الزتو دابا انتو ما حتى تبغيوا جمعوعة زيتون انا حييتاشوا عندي مكونجولة خاصو يتخلط مع معاديك الشي مالحو شوة كاملة باش يتطلق ليا من بعد دابا غادي نخليها تبرد واحد شوي غادي الدفا ما غاديش نخدم بها دابا وهي سخونة باش ما تقطع ليش العجينة ديالنا تابعوا معايا كيفاش غادي نحضروا الاشكال تابعوا معايا كيفاش غادي نحضروا الاشكال اشتركوا في القناة 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 شكرا